أمسي طيبة للجميع مشاهدين الكرام مهلا بكم إلى هذا اللقاء خلال يوم الغد دائما استمرار للأجواء الحرة على المناطق الشمالية لكن عن حالة سماء تبقى دائما أجواء مشمسة صحوة على الشمال وحتى على الجنوب للإشارة فقط رياح ستشتد على مناطق الجنوب الشرقي وكذلك أقصى الجنوب ما يعمل على تطير ليريمال خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد ستدرجة فقط على منطقة الأوراس مقاييس ما بين 16 إلى 21 درجة الوجهة الساحلية ننتظر 17 درجة على الوية بسكرة 15 درجة على كل من إليزي جانات واتامن رأسة 20 درجة من صحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد دائما درجة حرارة فوق المعدل الفصلي ننتظر 34 درجة على العاصمة 33 درجة أقول على تزيوزو البويرات ترتفع على 36 درجة وهذا على معسكر غليزان وشلف جنوبا تصل 30 درجة على غردية بسكرة المغيرة تقرد حتى على حاسم سعودو وإليزي 29 درجة على الولايات جانات ترتفع على 25 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب للملاحة والصيد البحري خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي ببحر جميل هادئ تقريبا على طول شريط الساحل حتى رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات لن تتعدل 20 كم في الساعة خلال أيام القليلة القادمة بداية من يوم الجمعة كذلك نهاية الأسبوع يوم السبت إن شاء الله وحتى بداية الأسبوع القادم مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بدائما نفس الوضعية الجوية استقرار في حال التقص بعد انقشاع ضباب خلال الصباحة على وجه الساحلية لإشارة فقط خلال يوم الأحد سحب ستلتحق على مناطق الجنوب الغربي حتى درجات الحارة ستعرف بعض التراجع بداية من يوم الأحد إن شاء الله وقت غروب الشمس ليوم الغد على مصل عاصمة سيكون بحول الله في تمام 55 دقيقة أشكركم على المتابع ومسي طيبة للجميع في أمان